تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تسألوا أهل الذكر أنه لا يعاني على إصلاحهم وصلاحهم إلا بالحرص عليهم في دينهم قبل دنياه ما الهدف الذي من أجله خلقنا وخلق أبناؤنا وبناتنا خلقنا لتحقيق العبودية لله جل وعلا والعلم الذي لا يعيننا على تحقيق العبودية لس بعلم الدنيا التي نطلبها ونلهث وراءها إذا لم تكن عوناً لنا على تحقيق الهدف الأعظم وتحقيق العبودية فلا قيمة لها فيه وبال الله جل وعلا يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا من أجل إيش لأنه هدف لا والله اسمي هدف الهدف هو ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لهذه العبود فلا تنسى نصيبك من الدنيا من أجل أن تحقق هذا الهدف